تحياتي توصلني بالعادي أسئلة في تويتر, فيسبوك, انستغرام, يوتيوب بتتيح أني أفكر أكثر أبحث أكثر, أتعلم أكثر وبعض الأحيان بلقى إجابات جميلة بحب أشاركها معكم مثل حلقة اليوم ليش كرة القدم فيها كؤوس ودروع وما فيش فيها شيء ثاني وصلني هذا السؤال من صديق اسمه رحمة من الجزائر وكان بيتكلم بيقولي أخي الكأس والدرع هذا الصحم يعني مكانهم المطبخ والكرة والحذاء هم كرة القدم فليش العكس هنا في هذه الحالة المطبخ هو اللي بتتوج فيه اللعب تقريبا في معظم الرياضات الكأس يعتبر الرمز الكبير كأس ديفيز للتنس, كأس العالم كأس دوري أبطال أوروبا في كل مكان هتشوفوا الكأس حتى فيه خيول كؤوس دائما معظم الرياضات تتوج بكؤوس وكيف بلشت القصة وليش منحتفل بالكؤوس ما منحتفل بشيء ثاني بشكل عام كل شيء رياضي فيه تتويج, فيه فوز فيه روح رياضية دائما هتلقاله بسنة تاريخي في اليونانيين القدامى اليونانيين القدامى زمان كانوا يعطوا إكليل الغار زي ما بنعرف لكن يبدو اكتشفوا أن هذا الإكليل بوقع بخرب بنشاف بصير فيه أشياء ما بعرف فقرروا يعطوا جائزة ثانية بعد إكليل الغار كانت تسمى أمفورة بالنسبة لثقافتهم والأمفورة هي عبارة عن جرة لها ذانتين يعني باختصار هي جرة فخار من ذانين هذا التقليد اختفى لفترات طويلة ما ظهر لكن في القرن السابع عشر ظهرت طائفة دينية في بريطانيا هذه الطائفة البروتستانتية تسمى المنهجية أو المثودية أما هذه الطائفة فكان عندهم شيء يسمى كأنه يعني بصراح ما فهمت كثير تفاصيل التركيب الدينية والعادات الدينية الموجودة لكن كان فيه عشاء يسمى عشاء الحب أو وجب الحب ما بعرف وفيها كأس يسمى كأس الحب هذا بعرف معناه المهم هذا الكأس له دينتين يعني بيمسكوه اتنين ومسطح بحيث ينشرب منه فكانوا يتبادلوا المشروب على الطاولة مع بعض بإيشي إلوئتين بحيث تستلم وتسلم في تلك الفترة ظهرت في بريطانيا اللي بفوز بصباقات الخيول يعطوه هذا الكأس وكأنه نوع من التقدير نوع من الاحترام لأنه كانت الفكرة هناك وقتها أنه التشارك والتساوي على الطاولة وكأنه أيضا الإشارة أنه أنت فوز تروح احتفل مع اللي بتحبهم واحتفل معهم بهذا الكأس وبهذا الطقس اللي كان عم بزيد وبزيد في بريطانيا وقتها ويبدو أنه هذه الفترة في بريطانيا نعرف بريطانيين نشروا كثير ثقافتهم نتيجة الاستعمار والاحتلالات اللي صارت وقتها هذه فيه إشي آخر كان موجود بالثقافة البريطانية اللي هو صينية ماء الورد أو ما يسمى يعني صحن ماء الورد اللي هو بعد ما يأكلوا الطبقات اللي كانت وسطة وغنية وقتها هناك كانوا رسلوا إدهم في الصينية فيها ماء الورد لشان الريحة والنظافة بنفس الوقت وحتى الآن تسلم هذا الدرع بهذا الاسم في بطولة ومبلدون يسمى فعليا درع ماء الورد هذه النظرية هي الأرجح لما بحثت شفت مواقع بتصنع كؤوس أشخاص بحثين ناس مدونين كثير ناس بلغات مختلفة صراحة عم بيجمعوا أنه إلها علاقة فعليا فكرة الكأس والدرع في اللي كان سائد من أنظمة أكل في بريطانيا في القرن السابع عشر يبدو أنه من هون جاءت بريطانيا نشرت بعض الرياضات نشرت ثقافة الكؤوس تاعتها لكن ما نشرت وجباتها معها فظل الناس تحتفل بالكأس كرمز للفوز كرمز للإنجاز البعض بيقول مع الزمن تحول هذا الكأس لرمز للقوة رمز للتفوق لأنه دائما صاحب الكأس في البيت هو اللي عازم هو اللي جاي بالناس عنده وكذلك صاحب الصحن هو اللي عازم وهو اللي جاي بالناس عنده وكأنه بحاولوا يربطوا الناحية الاجتماعية بالناحية التفوق أيضا إلها ألقاب بس باختصار واضحة الفكرة بدأوها اليونانية القدامة توقفت ثم جاءت يبدو طائفة دينية في بريطانيا مع عادات العلاقة بالأكل والشرب وقتها فأصبحت مرتبطة ببعضها في الرياضة حتى يومنا هذا وعشانكم نحتفل بكأس فبكرة منشوف لاعب بيجيب دور أبطال أوروبا وبحط فيه جميل وبياكل منسف والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر